اخواتي 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 بسيبوا جرعون ده على الطلاق بالتلاتة انا باحبوكم وجايلكم باجا بخبر جميل مبدان كده كل الناس هتقولي الف مبروك على اللاب عشان ده مش مجرد لاب ده لاب العمر اللي من ساعت ما ابتدأت على التشانل دي وانا عايز اجيبه عايز اصور بره يا جدعان واول تجربة جربتاني احنا اتطلعنا في الصلاة بره عايزكم بقى الفترة الجاي تقولي على الانستجرام واي حد عنده مكان نصور فيه هسافرلك واجيلك بس انتك كن مسيطر في مكانك تضبط الدنيا يعرفوا النظام هناك على ايه وهننزلوا نخربوا الدنيا في كل التصوير خلصان اه هتكلم كده ان مبدان كده انا حابب اتكلم معكم في كام حاجة اول حاجة وانه هي ان انا مش لازم كل فيديو يطلع لكم لايكات وشيرات ومش عارف ايه انت من نفسك اول ما يجيلك جهاز الاشعار اللي هو النطفكيشن تغبطني اللايكاية الحلوة وتنزل تكتب لي كومنتي ايجابي من غير ما انا مطلب منك ده انت تعمل ده كده تلقائيا طبعا الناس اللي سألت هل كسة حصل ليه علاقة بكسة نيرمين لا هو الموضوع ما فيه بس تشابه اسامي عشان التشوقي وكده بزمتكم انتو اتشوقت ولا لا بس عايز اقولكم ان اي كسة هيكون فيها اسم نيرمين اعرفوا ان هي تبع الزومبي وان هي هيات عالم بقى وضرب نار خراب حضرتك وده اللي انتو بتحبوه اول ما تسمع اسمي نيرمين كده انزل في الكومنتات تاح الجن وقل بالدنيا طب هو ليه حمل خيالي العلم بتاعك ببعبارة عن زومبي يعني فينا هيات عالم تانية والله انا فاهم ده بس انا من صغري بحب المسلسات الزومبي والافلام الزومبي والكلام ده لما الموتى الاحيان بعد اطلع افكار حلوة كده وارسللكم زي كسة حسن دي خليتلكم قولي اسمي اسمه حسن ويتا هتشتري ميني وهتعجبك الكس ومش هتقول عليكم اكتر من كده ويلا بينا على قسة حسن اللي مكتبسة من قسة سلمة ودي المرحلة التانية اللي هي مرحلة بداية النهاية يعني ايه بها الان 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 موسيقى 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 يمكن انت لو كنت موجودة كنت غيرت معي 80% من الحاجات اللي حصلت واكتشفت حاجات يام قوي اكتشفت ان انا اقدر عيش لوحدتي بس انت ما بفرقش ذهني انا ما عرفش هو انت سيبتيني ليه وايه السبب اللي خلاني ان انا يوم مطلع انتين من عم شارون لسيبيني لوحدة طب انت عايشة ولا ميتة طب انت عايشة فين حياتك ماشي ازاي تفاصيل كتير او كنت عايز افهمها وعايز اعرفها طب ليه ماخدتش نيمو معاك واسبتلي نيمو على فكرة نيمو بقى عنده سنتين دلوقتي وبقى بيأكل من نفس اقلي وبقى بيشرب من نفس شربي بقى صاحبي بحت احنا بالنمى على فرشة واحدة وما بيفرقنيش لان دي الحاجة الوحدة اللي بقى يالي من ريحتك عارف ان انا متعرفتش عليك كتير معرفتش تفاصيل عنك اكتر ولكن كل اللي عايز افهمولك ان انت لو كنت معايا في الحقيقة اللي انا فيها دلوقتي كانت على اللقاء اللي هتبقى احسن بكتير اكتشفت حاجات كتير قوي كنت انت محتاجة تعرفيها وقابلت حاجات كديدة وكان نفس انت تعرفيها فقالك عشوية تفاصيل بس سياريت اسمعيني احنا كل يوم اول ما النهار ما بيطلع انا ونيمو بنفضل نستطفل الغزلان عشان نوفر لنا اكل كتير نيمو بصراحة ما بيقولش لحمة الغزلان غلما تكون متحمرة فكرة اخر مرة تعشينا فيها انا وانتي وكان نيمو معنا على فكرة انت كنت قادرة تسيبيني من الاول ليه جاية تسيبيني دلوقتي بعد ما خطتنا ناك حت وانت امنا انا عايز اعرف انت روحتي فين وايه سبب اختفائك كل يوم بس عن نفسي هون عملت حاجة غلط طيب على فكرة بقى انا لو متعلق بك عشان انت الوحيدة اللي موجودة في حياتي يعني مهو ما فيش بنا قدمين تانية موجودة معي في الحياة غير كنت الوحيدة ده انا عرف ان انت عايشة انا على يقين ان انت هترجعيلي في يوم الايام صح؟ بس انت طويلت قوي يعني انت بالك سنتين اللي هو هترجعي امتى؟ مش هتصدقي بقى عملت ايه؟ دخلت جوا محل الهدوم وجبت السخطات اللي هي كانت بيتقاس عليها الهدوم دي ورح تجيبها حطتهم في مدجر كده انا بجيب منه اكل كل يوم هتقول ليه اللي عملت كده ليه؟ طولك عشان اعايز اتكلم اعايز افتح معي حد مواضيع اول ما بخش المدجر يا بيت يا نرمين ازاك عم عوضي عالك عاملين يا حبيبي؟ ازاك يا ام عاملة ايه؟ نيمو انا اخش عندي قسم التونة ها؟ دخلت جبت علبة التونة بقولك يا كشيرو انا عارف ان انت مش هترد علي يعني وكده بس انا بكلمك يعني من اخ الاخوه قدرني عيب رد علي وانا بجيب التونة لقيت في واحدة وقفة هناك اطعت عليها بصراحة وانا وقفة عند التلاجة انا صلحتها لكم من كام يما عشان كده انا باخد منكم اكل ببلاش وكلو على الحساب يعني اكشيرو اول ما شفتها قلت جميلة بس ان نرمين اجمل منها طبعا المهم يعني اكشيرو انا عرف ان انت مش هترد علي وارداتش افضل بحلق لها كتير بصراحة لا تطلع طبع حد احنا نعرفه بنت راجل كويس في البلد معنا هنا طبعهم معوض طبع عمو اي للحداد عما كوال الحداد بالي كام يما والله العظيم براح خبط عليه عمال بيشتكيلي من ضرب النار اللي انا بعض اضربه برا معانا ونيمو بنستاد غزلاء هو زعلان ليه رحت ياد يا كشيرو اتكلم معاه كده الله عايز اكل معايا غزلاء يا راجل انت عظمتك لسه ما كبرتش ده انت يا ضعوبك عندك 65 سنة بصراحة ياد يا كشيرو بروح اكلمه زي ما بكلمت كده سكوته ما بيجيش معايا يعني حسه ساكت وما بيبصليش يمكن انت ساكت وبتبصلي فعشان كده انا مقدرك ادتونا على الحساب زي ما انا ما اقول لكم ها انا اللي مصلح التلاجة و انا اللي رابطها بالبطارية الحرارية عارف ان في ازم الكهرباء في المكان بس برضوك هعرف اشوف لها الحل دي ما انا شغل على الموضوع يلا صمو عليكم يلا دا نيمو هتقولي عليا الجنة هتقولي عليا بعمل حاجات غريبة اللي عند الواحدة بصراحة هي اللي وصلتني للانا كده طب يا نرمين هقولك على حاجة انت لو كنت معايا دلوقتي كان زمانك واخدى اللبس اللي انا جبتهولي كان زمانك بتاكل احلى اكل كان زمانك بتشربي احلى شرب وصلت بزكاء يعني وكده قدرت ازاي فلتر المية انا عايز اقولك المخزن اللي انت كنت منزلاني فيه من سنتين كل الاكل والشرب وكل حاجة انت كنت شايلها انا شايل منها التقطعين وثلاثة بس انا مش هاكل كل الاكل ده لواحد يعني تفاصيل كتير عايز اقولك عليها وحاجات كتير عايز افاهمها لك نسيت اقولك انا فيه حاجات كتير او اكتشفتها فاكرة يا بتي يا نيرميل لما رحت قضيت على عم شارون مش كان فيه قدامه شوية ورق انا خدت كل الورق اللي عنده ده وقعدت اقرأ فيه فيما بعد اكتشفت ان الورق ده فيه حاجات قادرة تكتشف علاج للفيروس بتاع كوفيد 25 انا مش هاكل فاكتشف الواحدة بحاول اتعلم في الطب شوية اراية المحلية صعبة طب اقولك على حاجة القامرة اللي انا بسجل منها الفيديو اللي انا بكلمك فيه ده عندي زيها خمس ست كاميرات في المعمل تحت اسكوتي ومش انا غيرت المبنى اللي احنا كنا عاملين مسكن فيه وبقى بسم الله ما شاء الله البيت اللي انا قاعد فيه دلوقتي تصميمي انا وابتكاري انا اي كفر معمول على البيت ده انا اللي عامله مش عايزة تسأليني يا نيرميل انا عامل كفرات على البيت ليه وانا كده 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 متعاود ان انا بدل اي حد اجابة من غير ما يسألني اهو فيه حد بيرد علي هنا اساسا بعد ما اخدت الورق من عام شارون اكتشافت ان فيروس كوفيد 25 اللي هما دلوقتي البشر اللي اتحولوا الموته احياء ما بيقدروش يطلعوا في الشمس وده بسبب المظر المطورة كان فيه حاجة اسمها المظر المطورة عام شارون والمنظمات اللي كان بيتعامل معها مع الدول الاوروبية والدول الاجنبية قادروا يوصلوا لحل ان هما يحاولوا يبتكروا علاج يعطل الموته الاحياء دول عن ازيته ازاي يعني حطين اكمر صناعية في الفضاء بتدي عاكس لمجرد ان الشمس بتضرب الدوق على الامر الصناعي ده بيعكس دوق الشمس ومع جزائيات المظر المطورة هفهمكم اكتر دلوقتي الموته الاحياء بيبقوا مستخبين في كل جحر وكل مكان وده سبب الاسباب اللي معطلني في الاكتشافات وكده فيه مطاجر ما بقدرش ادخلها فيه محلات فيه مباني فيه اماكن ما بقدرش ان انا ادخلها بسبب ان انا خاف ان يكون فيها موته احياء متداري فيها لحد ما الشمس ما تمشي الدنيا اتغيرت يا نيرمين وعايزك تعرفي حاجات كتير اوه معايا المهم اول ما الشروق بيجي يبدأ من هنا والشمس بتبدأ تروح براح جاي شادت كفرات البيت وبراح جاي مقفل عليها الشق انا ونيمو وبعد اسمع اصواتهم طول النهار برا حتى هما بردوك ما بيباش عارفين ان انا مكاني جوه هنا ونيمو بردوك بدع يفهم ما بقاش بيهاوها وبالليل بقولك يا انا تعبت النهار دا نيمو انا قفلت ريك التصوير تقريبا دا اليوم ال 684 احنا خلاص داخلين على السنتين اهو ومش عارفين نوصل للنيرمين دورنا عليها في كل مكانة نيمو اعمل حسابك ان فيه منطقة جديدة هنخش النشطها بكرا يا توبك النهار دا هنتعشى كده والنامو وبكرا نعمل حسابنا ان احنا رحين ننشط منطقة جديدة وعن اكتشف حاجات جديدة وفعلا جاء تاني يوم يا جماعة الخير ومش هتصدقوا ايه اللي حصل بقالي 684 يوم باكتشف امور وده اهم يوم لي في الاكتشاف تعالوا بقى اقول لكم اكتشفنا ايه قمت من النوم انا ونيمو وخلاص زبطنا حلنا وجاهزنا حلنا وروحنا عند المكان الجديد اللي احنا هنبدأ نكتشفه ده مصنع ادوية انا محتاج ادخله انا محتاج ان اخش امشته يمكن نلاقي نوع الكيميائيات اللي انا محتاجها انا وايف بتكلم مع الكلب نيمو وفجأة غزالة تتحرك جوه المصنع نيمو ياخد بعضه جاري ويروح جايا داخل وراها انا لقيت نيمو دخل جارة وراها من هنا سمحت صوت موته احياء جوه رحت جاي داخل ورا نيمو يمنش مال انا مش هسيبه يحصل له اذا عايز ان لكم دخلت وراها جماعة الخير لقيت موته احياء جاية جارية عليه رحت جاي رايح عليها ميديها بالرجل وخطي بعد انا ونيمو ورحنا جايين جاريين انا بجري على اخري ونيمو بيجري جنبي ومين بيجري ورانا الموته الاحياء اللي هي شافت نيمو هو بيجري ورا الغزالة اشتركوا في القناة